نشكر كابتن معتصم على هذا التقرير والآن رح نجح نحكي على موضوع كمال الأجسام ويشرفنا يكون معنا الحاصر على ذهبية كمال الأجسام البطل واللاعب صالح أيان أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الورد يا صالح يعني ما شاء الله دائما نستضيفك ببطولات وبيلقاب حكي لنا هاي المرة عن بطولة مصطفى حسنين هلأ هاي البطولة بالنسبة لي كانت كتير مميزة لأنه كان صلي سنتين مش مشارك بطولة آخر مرة في 2019 وجهس لـ 2020 وقبل البطولة بأسبوعين يلتغت فعملوا كمان واحدة بآخر 2020 بس أنه ما قدرت أشارك فيها كان عندي طروف فكنت كتير مشتاقيني أشارك وكانت عبارة عن ثلاث أشهر تجهيز والحمد لله يعني عملت مستوى كتير غير عن 2019 كتير يعني مبسطت صراحة على المستوى أكتر صالح أيان أنت بس الوزن شو وزن زائد 75 شباب فئة الشباب بس أنا وزني على استاذج كان ترابة سعين نص ماشاء الله فالحمد لله زي ما أحكي لك أنه انبسطت كتير عن المستوى اللي سويت وأنه كتير غير عن 2019 أكتر من المركز وللحمد لله رب العالمين دائما أبدا صالح إحنا عم نحكي على تجهيز ثلاث أشهر فيه قبلها أكيد كان نظام صارم إذا أبدا نحكي بس الأشهر بيكون شوية مختلف لأنه أنت عارف في بطولة بموعد معين فيه تنشيف فيه التمرين زيادة فيه تضخيم حسب شو الغير أنتو بكيئة خبرنا عن ثلاث أشهر هيت تحديدا كيف كانت الثلاث أشهر الموضوع بيكون يعني مكثف شوي يعني على سبيل المثال بيكون كان تمريني مرتين باليوم مثلا مرة الساعة ستة الصبح بيكون الكارديو والمعدة وشغلات يعني تمارين خفيفة كيف بدت التمرين بيكون؟ يعني تقريبا الصبح كانت ساعة ونص وبالليل فيه تمرين كمان ساعة ونص بالجيم ست واجبات طبعا كل الأكل كله بالميزان محسوب طبعا النوم كله محسوب مثلا كنت يعني يعني أقل إشي ثمان ساعات الموضوع صارم أنه يعني الموضوع كتير أكتر من باقي السنة محسوب كل شي عليك طبعا بالضبط فهدول الثلاث أشهر غير عن باقي السنة مع أنه باقي السنة يعني بظنني صح وبيظني شغال على حالي ففرقت وصارت هالنتيجة ما شاء الله بعد فالحمد لله يعني كل شي ماشي زي ما بدي وأحسن من هيك وعملت مستوى يعني غير كتير عن 2019 كان في تخوف من أسماء معينة من غير ذكر الأسماء يعني ولكن لما أنتو كخبرة بتصفوا بعالم بناء الأجسام وكمال الأجسام بتبالش وتشوفوا الشباب وجمالية العضلة جمالية الباي والتراي بالضبط بالضبط بالنسبة لهذا الموضوع ترابيس بالنسبة لهذا الموضوع دائما بيجي يعني يوم الميزان قبل البطوري بكم يوم بصير الواحد يطلع على العيب النازين معا أو إشي زي هيك وإلا يعني إشي طبيعي أن الواحد يخاف شوي بس أنا هاي المرة الحمد لله يعني حتى قبل ما أدخل المسرح وهيك كنت كثير متحمس وغير هيك أنه الكل يعني باكستاج وحتى اللعيب النازين معي قاعدوا يحفزون ويحكونوا ما شاء الله عليكم من هذا الحقيق بس هاي المرة أوك المنافسة بشكل عام بالبطور كانت قوية بس أنا عوزني يعني بحكي عوزني أنه كان أنا كان فرق كبير بيني وبين المراكز الثاني والثالث والرابع ماشاء الله فالحمد لله يعني كان مستوى حلو أتعلم تحكي على جانب التحفيز ونركز داما إحنا على موضوع الجانب النفسي والأشخاص اللي بدعمونا سواء كان مدربين أو أشخاص من عائلتك وأسرتك مين الأشخاص يدعموك بهذه المرة؟ هلأ أكثر إشي صراحة أصحابي صاحبي وأخوي اللي هم كانوا يعني معاي بالتجهيز أنا اللي مجهزت هذه المرة لحالي فكان صاحبي وأخوي كانوا كثير يعني يساعدوني بهذا التجهيز طبعا دعم النفسي من أبوي وأمي وأهلي الله خلينك ياهو يعني كنت أنا بس خايف أني ما أجي بمركز لشان بس ما يزعله بس الحمد لله يعني جدت مركز وأنا مبسطته وهم مبسطته إن شاء الله دائماً بضل المبسطين بمراكز ما لأي لك عالمياً شو وضعك؟ هل في تحضيرات لبطولات قادمة في بسبانيا؟ أتوقع بطولة هل هتكون مشارك فيها ولا لا؟ هلأ أنا يعني هاي إن شاء الله آخر بطولة مملكة هلأ الخطوة الجاي بدي أخذ سنة أو سنتين ما أشارك بدي أشتغل أزيد قد ما أقدر كتلة أركز عنقات ضعفي لأن المرة الجاي رح أشارك بفئة الكلاسيك الكلاسيك فيزيك لأنه بتطلب يعني عشان أشارك بره مستوى أقوى وأقوى سنتين تقريباً حتى تحضرين؟ آه بدي أزيد سماكة عضلية بدي أركز عنقات ضعفية لأنني كم من نقطة ضعف بدي أشتغل عليهم مظبوط عشان بس أطلع بره أنه أكون أنا واثق إنه رح أجيب إنه مش إنه بس أشارك وأجرب حظي وهيك لا بدي أكون إنه مستعد مية بالمية إنه أنزل خلص أنا بدي أجيب ممتاز، تفضلت أنه أنت كنت عم بتدرب حالك بجهز نظامك كامل ثواء تمرين وتغذية، كنت صعبة؟ هي صعبة شوي إنه إنه ما في إنه مثلاً حدا يطلع عليك أو يشوق بس إذا عندك صاحب مثلاً أو أي حدا بفهم بالرياضة بتطلع عليك إليه نظرة هو مثلاً بنبهك إنه إذا سويت إشي أوفر غلط أو سويت إشي ممكن تسميها استشارات، بس أنت بشكل رئيسي أنت اللي كان يدعنيك لأنه أنا بالسنتين الماضيين كتير تعلمت عن جسمي بالبطولات اللي نزلتها، تعلمت كتير شغلات عن جسمي فالحمد الله هاي المرة إنه كنت عارف كتير أغلاط وقعت فيها صلحتها ويعني بس عملتها كتير من مستوى فرج خصوصاً بالنشافة يعني فالحمد الله رب العالمين الحمد الله وأيضاً طريقة العرض لعضلاتك بتفرق يعني طريقة إظهارك لعضلاتك على المسرح بتفرق بين لاعب ولاعب صحيح؟ طبعاً العرض تتمرنوا عليها إمتا وكيف؟ طبعاً خصوصاً يعني آخر شهر أنا كل يوم مثلاً كل يوم إلا أخصص ربع ساعة ونص ساعة بس تدريب للعرض وكثير كثير مهم يعني لأنه في ناس مثلاً بكون عنده جسمه حلو وعضلاته بجننه ونشافه وتناسق وضخامه وعنده كل شيء بس ما بعرف يعني عضلاته شو استفدنا فأهم شيء يعني هذا الموضوع يعني كثير أساسي ناس إنه بنسوه وسهولة كثير مهم صحيح إحنا ملحكي عن البطولة الأخيرة اللي كانت بقام الأسبوع الماضي وهي كانت جمعة وسبت خبرنا شوي أكثر كشخص وشارك من داخل خلف الكواليس كنتم موجودين لما طلعته على الستيج لما نزلته لحظة التتويج هلأ هاي البطولة كانت يعني كانت أسهل علينا شوي من القبل لأنه كان التنظيم كتير أحسن من 2019 وأسهل إنه ما استنينا كتير وخلصت بدري وكان يعني سلس الموضوع يعني كان فيه تنظيم كتير منيح إنه ما دخلوا غير مرافق واحد مع كل لاعب إنه ما يسوي عجقة وأنا أصلا يعني عشغلة إنه باكستيج وهيك إنه كنت أصلا يعني هاي المرة نفسيا كتير كتير متحمس وكتير جعبالي ألعب لأنه زمان ما لعبت وحتى اللي شافوني باكستيج شافوا جسمي وهيك كمان زادوا هذا الإشي إنه إنه حفزوني بزيادة فالحمد لله كان الجانب يعني هذا الجانب كان كتير ممتاز يعني فكان الأجواء كتير جميلة إن شاء الله الجاي أجمل كمان لكن بنحكي بموضوع تنشيف العضلة وما إلى ذلك من فنيات يعني بتخص الرياضة هناك ناس بيأخذ هرمونات في ناس بيأخذوا سبلامنت معينة أو مكملات غذائية معينة شو الفروقات اللي حتصير بشكل الخارجي للجسم هرمونات أكيد ممنوعة عندكم صحيح بالزبط هات الموضوع يعني يمو موضيع أساسياء باللعبة يعني ما في ناس لا بستعملوا بشكل صح بعملوا فحوصات دورية بديروا بالهم على صحتهم وكمان إلها دخل بالمستوى في ناس يتعملوا بغلط بطلع مستواهم مش بزيادة صح في ناس لا بس بتكون مبينة انها معمولة مفتعلة بالضبط الشتغلات اللي بس تنحط صح وبعمل فحوصات دورية بتكون صحته تمام وكون مستواء تمام أما إذا الطريق غلط لا بتدمره صحته وتدمره مستواء ودمره شكله صحيح نحن نأكد أنهم أصلا بعملوا فحوصات طبيعية قبل مشاركة لكل الأشخاص اللي حابين يشاركوا في هذه البطول بالضبط طبعا البطول الخاض على فحسن ورشيطات صحيح نحن نأكد أنه داما الواحد يروح للشيء الطبيعي أكتر في حال كان في حاجة لمكملات غذائية مكملات غذائية طبعا كلنا بننصح لمكملات غذائية لأنه بالنهاية هي نفس الغذاء يعني نفس الأكل بس مركز أكثر مركز أكثر وأسهل يعني مثلا أسهل للأكل في ناس ما بيقدروا يعاكلوا فأنت بتستعين صحيح وكورتو يستجل سهل تأخذها بعد ولا أقول لك الوليد بيحكي لنا لأ خليه يضيها تونة كسبة طلعة للصحيح ما بتزبط من أين تبلشت تزبط جسمك كيف بلشت كيف الحكاية بلشت معك تقريبا قبل يعني ست سنين كنت بلشت تقريبا يعني قبل التوجيه بشوي وشوي شوي يعني بلشت لحالك كيف كان جسمك وشو اللي خلاك تحكي بدي أعمل هيك أنا كنت يعني سكيني فقط الحيف وكرش فدخلت بس إنه أشير الدهون أضبط شوي فورمة الساحل بس لما شفت العضلات شفت الناس شفت صرت أحضر بطولات أشوف فكتير تحمست حقيت خلاص أنا نفسي نفسي عمل إشي يعني أكون إنه يكون إشي مو مو بيتش بادي ومو بس فورمة الساحل ومو شكل عادي لأ بدي شكل بطولات إنه يكون في إشي مثلا غير على العادي إنه جسم منافس جسم بطولات هيك هل كان في عندك آيدي المعين أو نموذج حاب تصير زي وصلت لشيء منه أهلا ولكنت تجمع صور هيك إيش عبالك إنت لنفسك لجسمك كيف كلا هو يعني زي لكل كان أول مهاد كنا نعرف أرن الأول شيء بعدها لما دخلنا مظبوط إنه وصلنا نحضر بطولات وهيك صار رأ في كتير ناس يعني بعالم قدوة حاب تصرفين آه طبعا واليوم في قدوة معينة حاب توصل للتربة هلا إن شاء الله نطمح أن نصير النافس هؤلاء الناس سير أنت القدوة نطمح هلا أن نوصل لطلعتهم نصير النافس إن شاء الله يا رب تتنافس وترفع عالم الأردن ما كنت سواء محلي سواء بآسيا أو عالمي كل شكر لإلك صالح شكرا لك شكرا أعطيك ألف عافية الله عافية كرب رايحين وراجعين لكن شوفوا هاي اللقطات اللي انت حضرت البطولة صح؟ صحيح يومين؟ يومين جمعة سبب كيف الوضع كان؟ شيء رائع جداً أريد أن أشارك المرة الجاي أنا المرة الجاي البطل العيد باستضيفه بس نشوف هاي اللقطات نرجع أكيد مع رئيس الاتحاد الأردني لبناء الأجسام وأيضا أمين السر ونائب الرئيس خليكم معنا موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة